طيب معالي السمحون والله كيف نفرق بين البدعة والحسنة وبين البدعة السيئة انا تكلمت في خطبة جمعة كاملة بالتفصيل في هذا لكن باختصار شديد اود ان اقول بان مفيش حاجة اسمها بدعة حسنة البدعة ابتداء تعريف البدعة البدعة لغة كل امر مبتدع جديد قل ما كنت بدعا من الرسل قل ما كنت بدعا من الرسل اي ما كنت جديدا على قافلة الرسل والانبياء بل انا واحد منهم احمل نفس المنهج الذي اتوا به من عند الله جل وعلا الله بديع السماوات والارض قال الله عز وجل بديع السماوات والارض اي خالق السماوات والارض على غير مثال سابق أي خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق هذا هو الإبداع والبدعة شرعا هي كل أمر محدث في الدين هي كل أمر محدث في الدين في الدين وليس في الدنيا عشان ما تقوليش الفضائية بدعة وما تقوليش الميكروفون اللي بيخطب فيه الخطيب يوم الجمعة بدعة وما تقوليش المروح اللي فوق المسجد بدعة لأن النبي ما كانش في مسجده مراوح وما كانش في مسجده ميكروفون وما كانش في المسجد مفروش مكت لا البدعة كل أمر محدث في الدين تقوليش السيارة بدعة ما تقوليش الطيارة بدعة ما تقوليش أننا نروح أعمل أشعة بالليزر بدعة لا دعنا لازم أعمل حجامة لا هذا لا يليق أبدا هذا لا يليق هذا لا يجوز فالبدعة كل أمر محدث في الدين في الدين طيب أمال إيه بقى البدعة الحسنة ما فيش حاجة اسمها بدعة حسنة يا مولانا إزاي بس ده سيدنا عمر بن الخطاب قال كذا قال إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة فنعمة البدعة هذا عمر هو تقول عمر دا الذي أجدر الله حقه على لسانه وقلبه والحديث صحيح ولا لا آه صحيح يعني انت بتقر ان عمر رضي الله عنه قال هذا نعم نقر حديث البخاري طيب ردك خلي بالك عشان ما نخلطش الأوراق أولا عمر رضي الله عنه حين قال إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هذا يتكلم عن جمع الصحابة رضي الله عنهم على إمام واحد على أبي بن كعب في صلاة الترويح خلي بالك وأخواني وأخواتي يتكلم عمر عن جمع الصحابة في جامع رسول الله خلف إمام واحد خلف أبي بن كعب في صلاة الترويح عمر رضي الله عنه خرج المسجد النبوي فوجد صلاة الترويح جماعات 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 كل مجموعة وراء إمام كل مجموعة وراء إمام فقال ماذا لو جمعنا هؤلاء جمعا خلف إمام واحد فجمعهم خلف أبي بن كعب وخرج في الليلة التالية فوجد الناس جميعا يصلون خلف إمام واحد فقال نعمة البدعة هذا فاستدل البعض بهذه اللفظة على أن البدعة تنقسم إلى قسمين بدعة حسنة وبدعة سيئة وهذا خاطأ لغة واصطلح وهذا خطأ لغة واصطلح البدعة التي ذكرها عمر رضي الله عنه أو هذه اللفظة هذا من النوع الأول من نوع البدعة اللغوية خلي بالك من نوع البدعة اللغوية وليس من البدعة الشرعية ما فيش إطلاقا بدعة شرعية يقلها بدعة حسنة إطلاقا كيف وهي ابتداع في دين الله تبارك وتعالى مع أن فعل عمر رضي الله عنه له أصل في الشرع فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جميعا خلفه وصلى بهم التراويح في رمضان ليلة وليلة 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 وفي الليلة الخامسة على الصحيح امتلأ المسجد وضج المسجد بالصحابة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يخرج إليهم رسول الله وظل الصحابة ينتظرونه حتى الصباح فخرج إليهم بأبي وأمي وروحي في صلاة الفجد وقال لهم ما خفي علي مكانكم أنا عارف أن أنت قلسين في المسجد ومنتظرين طيب ما خرجتش لي يا رسول الله قال ولكني خشيت أن أخرج إليكم ولكني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فتعجزوا عن القيام بها الله شايف الرحمة طيب إلا نعوز إيه إلا نعوز أنه صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة جميعا وصل بهم إماما في صلاة الترويح يبقى فعل عمر له أصل في السنة طيب خد التلتة حتى ولو لم يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة خلفه في صلاة الترويح وبدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الفعل يصبح فعل عمر سنة بأمر النبي لنا أن نتبعه قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد فحتى لو لم يفعل رسول الله هذا وابتدأ عمر بن الخطاب بفعل هذا وجمع الصحابة خلف إمام واحد خلف أبي بن كعب يصبح فعل عمر رضي الله عنه سنة بالنسبة للأمة بأمر رسول الله لنا أن نتبع سنة الخلفاء الراشدين وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء هم الخلفاء رضي الله عنهم جميعا طيب عندنا كمن شبه أخرى يا مولانا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة هذا أيضا الحديث صحيح في صحيح مسلم من حديث جريب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو يفهم أيضا فهم الخاطئة إيه القصة القصة أن قوما مجدابي النمار يعني يلبسون ثيابا خشنة ممزقة تظهر عليهم آثر الفقر المدقع دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي فتمعر النبي لهم وتألم النبي لفقري محالهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يأتوا لهم بكساء وطعام وشراب وحث الصحابة على الصدقة فقام الصحابة رضان الله عليهم يتسابقون منهم من جاء بالكساء ومنهم من جاء بالتمر ومنهم من جاء بالبر حتى اجتمع بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كومة كبيرة من الطعام والتمر والخبز والكساء فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وكان إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر فتهلل وجهه ثم قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة هذه الصدقات لها أصل في الدين ليس ابتداعا ليس جمع صحابة لهذه الصدقات ابتداعا في الدين بل هو أمر رباني وأمر نبوي ثم المراد بمن سن في الإسلام أي هذا الذي بدأ وجاء بهذا الفضل وقام ليقلده الصحابة وليتبعوه هذا له أجر كل من ساهم بعد ذلك في هذه الصدقة له أجرها وأجر من عمل بها فالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحياها كانت مهجورة فأحياها كانت موجودة وتركها الناس فذكر الناس بها لو أن رجلا في قرية من القرى أحيا سنة العقيقة ثم جاء بعد ذلك كل من رزق بمولود وأعد العقيقة لولده أو لابنته هذا الرجل الأول الذي أحيا هذه السنة وهي سن موجودة لكنه أحياها بعدما هجرت له أجرها وأجر من أقام سنة العقيقة بعد ذلك في هذا المكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هذا هو المراد وأيها الأفاضل وأرجو أن لا تختلط بين إدنا الأوراق وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وياكم الصابق وأرجو أن أكون قد وفقت في الإجابة على كل الجزئيات التي في ذين أختنا الفاضلة